مرحبا في هذا الدرس القصير جدا سوف نتعلم سبعة من الأفعال الأكثر شيوعا في اللغة الإنجليزية مع should يجب أن تعتذر يعمل بجد يبقى في السرير يعني يبقى نائما quit smoking يتوقف عن التدخين quit smoking quit تعني يتوقف وتعني كذلك يترك أو يغادر لها ثلاثة معاني في هذا السياق تعني يتوقف عن التدخين you should quit smoking you should quit smoking try يحاولوا try لاحظة النطق ليس try try لكن try 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 you should try يجب أن تحاول you should try careful حذر careful لاحظة النطق careful ليس careful careful أو careful هذا ليس نلقى صحيحا careful careful وهناك aspiration حرف صوت يشبه الها يخرج بعد النطق careful you should be very careful يجب أن تكون حذران جدا we should عفوا يجب أن نكون حذرين جدا we should be very careful